سبت عشرين جان في الفين وارب وعشرين سباح الخير سباح الفل النس الكل انتم تسمعوا في اقتصادنا بالملي موعدكم الاختصادي الأسبوع اللي يجيكم كل نهار سب ويقضى معاكم سوعة من زمان ما تسعة حتى للعشرة متاع الصباح انتم تتفرجوا فينا على صفاتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو يا فام وعلي يا فام تيفي على اليوتيوب نحب نشكر كامل الفريق اللي أمن لكم في الإخراج الصوتي والإخراج الرقمي تحية الأمين وتحية الإيمان وتحية الأحمد سالم صوفيان الجوبانتيني أهلا وسهلا أخوي نهارك زين يا أخويا مرحبا بيك اليوم نطقناها بالصحيح أخويا المسال شقوله صحيح تبدأ بأحمد هو صوفيان أحمد سالم أخويا شوف احنا النطق بالصحيح وبعد الترتيب كل واحد حر فيه هو عام سنيح حصلنا هوك النطق إن شاء الله في الفين وخونسة وعشرين يا سيدي مرحبا بيك بانجور أخونا جوبانتين نهارك زين مرحبا بيك ونسلموا على السيدة المستمعين وعلي يتبعوا فينا في اللايف والإفم تيفي ونسلموا على كامل الفريق في الإخراج اللي معانا اليوم منورنا سي أمين سعيدي يا أخويا توحها شنة؟ بالضبط بالضبط إينا يا راني كل حسن حب ديما نسلم على صديقنا وزمينا رؤوف الأحمر اللي معانا في الإخراج الرقمي بعد هو اللي خرجلنا كالليزكستريه وتصاور اللي يابطوا فيسبوك بالضبط بالضبط تحية الكامل الفريق اللي قاعدة أمن لنا في التصوير وفي الصوت وفي الديفيزيون وفي كل شي النسر الكلي اللي قاعدة تخدم قدم الميكرو وإلا وراء الميكرو مرحبا بكم من سلكل السبت عشرين جام في الفين وعب وعشرين اقتصادنا بالملي حتى لعشرة متاع الصباح يلا جريش عن اليوم نحكيوا بالملي اليوم الموضوع الولاني هو مشاركة رئيس الحكومة أحمد الحشيني في منتدى دافوس وضيف ناسي الأستاذ في الاقتصاد سيري ذاشكن ديلي سيدي أهلا وسهلا بيك مرحبا بيك صباح النور أهلا وسهلا وشكرا على الاستدافة سابح الأنوان إن شاء الله زينا بالنسبة للمنتخب التونسي اليوم إن شاء الله إن شاء الله اليوم عنا رانديبو كسوح زيدا بيانسور بيانسور مهمية يسير المعلومة اللي ذكرتنا بها أنتو كسعادئ جدا باستقبلك سيري ذاشكن ديلي أستاذ في الاقتصاد موضوعنا نعود ونذكره نحكيه على مشاركة رئيس الحكومة أحمد الحشيني في منتدى دافوس وضعية المؤسسات الناشئة وما يجب تغييره وهذا موضوعنا الثاني بش يكون فيه نحكيه بالملي وضيفنا الخبير المحاسب سيمهر الحمامي سيداهله سهلا بيك مرحبا مرحبا بيك سيدي سعادئ جدا باستقبلك هذاشنو اللي يستنى فينا في اقتصادنا بالملي حتى العشر متع الصباح توتسويت نحكيه بالملي مشاركة رئيس الحكومة أحمد الحشيني في منتدى دافوس شنية هي قصة دافوس كيفاش تصير المشاركة فيها هل هي حدث مفتوح للجميع وهل يتم توجيه دعوة دعوة رسمية سيري ذا الكلمة ليك سيدي كان تنجم جاوبنا على الجملة من الأسئلة دوما خلي دجا نبدو نفهمه والعبد اللي يبدو يسمع فينا دجا يفهم شنية هي دافوس منتدى دافوس هو دورة سنوية يعقدها المنتدى هذاله بشي الدارس فيها جملة من الإشكالات اللي هي موجودة في معنى تهدد اقتصادية العالم ويبرزها المنتدى هذاله في تقريره السنوي كذلك هو فرصة للمستثمرين في العالم الكل حضورهم قوي برشا سنة تقريبا 1600 مستثمر في دافوس لهذه السنة والشخصيات الرسمية كسسوار رؤساء الحكومات وروساء الدول وكذلك الشخصيات البارزة على مستوى المجتمع المدني للتداول حول القضايا هذه المطروحة في تقرير دافوس وكذلك لإبراز البلدان كبلدان جلبة للاستثمار والمشاركة تكون سوزان فيتاسيان ولا مفتوحة للجميع؟ لا هي مشاركة بيونت يعني وبيونت مش شوية روه معنىها مش رمزية مهم تفصيلة دي روه معنى احنا كل دولة ولا منظمة ولا شخصية تدفع بش تحذر كل شخصية بش تشارك تدفع المساهمة تحذر عالية وعالية جدا جوباتيني كي تولي فيها الأمور تونس مخلصة يعني حاضر نتفهم ولا حقيقة تصري على رئيس الجمهورية انا شينو انا شينو ان شاء الله نتفهم ونتفهم تونس ديفع فلوس اخويا عن حق في دافوس والله يعني قاعد نكتشف الحق ما كنتش نعرفها معلومة انو يدفع فلوس نعرف اللي معناها مش بالسهل لحضور خلينا اقول فهم ينسير تن سيليكسيون وفهم دعوية تتوجه وفهم ناس بالضمة يتم اختيارها فهم شخصية عامة خلينا اقوله في العالم مؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي بالكعبة معناها يتم اختيارهم وحتى بالضبط وحتى الدول فهم شوفوه الفرق فهم دول وائل ولا حتى السيدة المستمعين خليه يعرفوا فهم دول روك يستدعوهم ما يستدعوهم مش بش يحضروا يستدعوهم بش يحكيوا فهم مفرق بينه فهم دول معناه فهم ممثلي دول راهو تجي تلقى عنده بانيل كامل هو بش يحكي فيه ازاك تمام فهمني وفهم دول الأخرى تجي هاوكا تجي تحذر تتعلم خلينا نقول لي 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 مش جست تتعلم احنا شو ما تنس اش تعمل في دافوس شوف خلينا نضع نقاط على الحروف احنا توقنا انو المنتدى هذالا يطرح جملة من هالاشكالات كل سنة يحطها في التقرير انتاو كنشوفوا التقرير انتاها سنة تعد افوس الفين وابا وعشرين نلقاوه معناه يطرح الاشكالات والمخاطر اللي تهدد اقتصادية العالم حوصلها في خمسة تقريب مخاطر على مستوى الاقتصاد العالمي الخطر الاول هو انو المناخ سيكون اكثر قسابة الخطر الثاني هو انو المعلومات في اغلبها خطأ ويتم صناعتها عن طريق الذكاء الاستناعي الخطر الثالث هو الاستقطاب السياسي بين الشرق والغرب بين مجموعة البريكزو ومجموعة السبعة جنرال ماو هذا ما كانش في صالح الاقتصاد العالمي والخطر الرابع هو تنامي معدلات التضخم المالي اضره بمعظم اقتصادية العالم واخيرا الخطر الخامس والاخير هو تنامي الهجمات السيبرانية واللي هي تهدد سلامة البيانات الحكومية وتمثل خطر على الامن القومي هذا في العموم ولكنه بالنسبة لكل دولة من 138 دولة حدد لكل دولة شنية المخاطر اللي يتهدد الاقتصاد انطحها بالنسبة للسنة هذه سنة 2024 بالنسبة لتونس هاي المخاطر لحظة بركة سمحوني نحب يظلي عنا سؤال بعد على تونس عنا عنا جينا جينا انا حبيت معناها بنتفعل على المعلومة اللي انتي توا قدمتها مؤتمر دافوس كل عام يختار موضوع كبير نعم حالي نقول عمنا والمثال نرى وكان الموضوع الاقتصاد الأخضر نعم والتغيرات المناخية صح ونذكروا انو وقتها تونس حضرت من غير وزيرة البيئة فاني في قمة دافوس صح السنة الموضوع الكبير هو حسب اللي شوفناه وحسب اللي قلتونك توا المعلومات معنى المعلومات المعلومات والأمن المعلوماتي والسيبر السيبر السيبر سيكوريتي دقيقة تغير سيكوريتي و تونس حضرت هلينا نذكروا من غير يي 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 حتى ممثل رئيس الحكومة رئيس الحكومة رئيس الحكومة قد ينجم يحضر من حاجة رأوا هو نحن ان اريد صالح نحن مديني ونحن مدينة لجنبها سالة اخرى يتقوموا بعمل على اثماتهمية ونحن ايضا في نفس الوقت نسئلنة الدولة التي تناولون الان ويجعلون ان تكون حاضر...... هو هو صالح الشعي الذي نحن باحده الممش باحده نحن كامل للجملة فهو حسب اللي نعرفه حسب الصور ومشي معه وسيده وزيرة الميلي هذي اللي شفنه. وفما فريق من صاحب تبيعة. كاتب الدولة. كاتب الدولة. لآآ من عرش للهي بالباشرة. كمان نعرف. كاتب دولة. كاتب دولة. كاتب دولة. نعرف همش. تلموا. تلموا ما ما سمعنا همش ما نعرف همش. المفيد هو فما فريق حكومي. متكون من مستشارين ومرافقين. مهما. اين النقطة اللي نحب نشير لها. كي ما عمنا. واختلي الموضوع الكبير هو الاقتصاد الاخضر. آآ خلينا اقوله آآ المهمة الحكومية المكلفة اللي اللي معناية بالاقتصاد الاخضر ما حضرتش. السنة الم 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 الموضوع هو التكنولوجيا المعلومات والامن السيبرني. والوزارة وغيرهم الوكالات الحكومية اللي عنه. حسب مارين والله اعلم محذر منها حتى حد. وروا للمعلومة احنا اتلقينا مع منو الهجامات السيبرينية. اي بالضبط. اي نحنا آآ اليوم تونس وهي ميشيل دافوس. هانا جايين المحالة. شنو النوية متاح? شنو النوية تعمل في دافوس? اسكو ميشي بيش تشارك اليوم في المواضيع الكبرى هذية? اسكو ميشي بيش تلقى حلول للمشاكل الكبرى هذية? الحقيقة ما نصور. ما من المفروض من المفروض الدول اللي تمشي للدافوس تكون قامت باصلاحات اقتصادية كبيرة برشا. وتحسنت التحسنت الترتيب انتحا في التنفسية على مساوى دافوس. وباش تقدم تونس كالبلد اولا البلد انتحا. ما نحكي بولدان بصفة عامة. البلد انتحا كبلد جالب الاستثمار. يعني يسيل لعاب المستثمرين اللي غادي. وقلت حتى حالة تنطبق على تونس. ولا حالة آآ تنطبق آآ على تونس. لأنه المستثمرين هم عبيدة هم يطلعوا على الترتيب متاع الدول قبل لما يجيوا. ودي جاء في مخو مشكون انه هم الدول اللي بيش يمشوا يستثمروا فيها. آآ رينا مجموعة من الاجتماعات قام بها السيدة رئيس حكومة احمد الحاشيني مع ممثلي دول ومنظمات كما اللي جمعوا مع مديرة تنفيذية لصندوق الناخ الدول لكريستينا جورجينا. آآ هل عند اهمية او تأثير لقائته ذايا خاصة في اتار آآ كما هذيا. آآ خلينا نمشوا فاصل قصير. خلينا نرجعه بشكيك نعطيك آآ الوقت اللي يزم ما ما نبديش نسترزي فيك. آآ سيري ذا على الوقت. تسعة وستاشين دقيقة اقتصادنا بالملي حتى للعشرة امتع الصباح. رجعين. اللي اقتصادنا بالملي حتى للعشرة امتع الصباح موضوعنا هو مشاركة آآ تونس آآ مشاركة تونس بيانسور اللي مثلها آآ رئيس الحكومة احمد الحاشيني في منتده آآ دافوس ويرفق رئيس الحكومة آآ وزيرة المالية السيدة سيهام البغديري وكاتب الدولة لدي وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج السيد مونير بن رجيبة. بالضبط اي. هذي التشكيلة الاساسية اللي مشت. مشت. هذي الهجوم اللي مشيه اللي مشيه اللي مشيه اللي مشيه اللي مشيه الدافوس. سيري ذا سيري ذا شكندي لأستاذ في الاقتصاد. موضوعنا معك كما كنا نحكيه ومشاركة تونس اليوم في دافوس. قلت لنا معلومة انتي قبل الفاصل انه دافوس بيش تشارك فيه تونس اه تدفع تدفع فلوس وفلوس بها معناها. خلي خلينا نزيدو نتأكدو احنا اللي نعرفو انو المشاركين يدفعو. قد يكون المشاركين الرسميين على مستوى الدول ميدفعوش. انا ما نعرفاش. خلينا نتأكدو منها. نتأكدو منها. نتأكدو منها. ولكن اللي نعرف انو المشاركة هي بمساهمة مالية. المقابل. ولكن على مستوى المشاركة الرسمية من طرف الدول انا ما زلت مش متأكد من المعلومة. باي تونتأكدو فيها تونتأكدو فيها من بعي. حسب تاو هاني نعمل في ممتيت رشارش حسب سليريت مثلا بالنسبة للشركات تاكهو. اه. يخلصوا ستين الف اورو. معقول. بالنسبة للدول فما تاو هاو سيسي معناها هو سيانغتيكل في اورو نيوز يحكي على خمسمائة الف اورو. معناها فما مكانية تونس من خمسة مليار ونص. اما قال لك مش الدول الكل. فما دول تخلص فما دول غير معناية. والله نتصور معناها الوضعية الاقتصادية بتاع تونس كيشوفوها تخليهم يقولوا تعدد. انا 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 والله مش موافق في هذي. ايش شنو اه. خمسمائة الف اورو. صحيح ممكن يظهر لنا مبلغ مهم. لكن راو في اقتصاد بلاد راو ما يمثل حتى شخص. نذكروا. 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 نذكروا ميزانية تونس كيما كل جماعة نذكروا ميزانية تونس. رانا نحكيه على ما يقارب خمسة وعشرين مليار دولار. ايه ولكن ايه كانت تكون المهمة سيب لي وفهمها وتحقق اهداف معينة. بالضبط. ايه بتبين. ايه ولكن ايه كانت تكون اكو تيت ولي مش. جزء مو جزء مو نحن السؤالي ليك اللي كنت اطرحته قبل الفاصل هو يعني في ضمن الاهداف متاع تونس. رينا مجموعة اه من الاجتماعات قام بها رئيس الحكومة احمد الحاشيني مع ممثلي دول ومنظمات اه كما اللقاء اللي جمعوا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجينا. اه عندها اهمية او تأثير لقائته دي? انا من رأي مع في اللوب جي متاع المنتدى دافوس ما هو شيء مسرح وفضاء للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ما عنده حتى معنى تركيز على صور رئيس الجمهورية مع مديرة صندوق النقد الدولي او حتى مع رؤساء اخرين. على بنية انه المؤسسة والجهة اللي قاعدة تبرز في الصور هذومة. على اساس انه باش نسدد الثغرة المالية تاع عشر فاصل ثلاثة مليار دينار في ميزانية الدولة لا معنى لها في الحقيقة. اه اه اعتقد انه الرؤساء الاخرين والشخصيات اللي يتقابل معهم رئيس الجمهورية رئيس الحكومة. انا فيما في منظوري قاعدين يطرحوا في مناقشة على مستوى المخاطر هذومة اللي ذكرتهم. اللي هانا جاينهم هانا جاين. الفحوة الحوار هو على مستوى النقاط هذومة المتروحة. اما اللقاء نتصور كما ذيه يجمع رئيس الحكومة احمد الحاشيني مع اه جورجينا. اذيه نتصور وراه محظرين له مقبل اه جوبانديني لقاء كما. والله. كيفاش محظرينه بربي سمحني. انتي توقلت. في ميزانية الدولة لسن تدفين واربعة وشرين. انا ما نشي بش انتعمل مع صندوق النقد الدولي. بالضبط. ايما ملا ملا رئيس حكومة ماشي يتقابل مع اه المديرة التنفيذية لصندوقنا. ما اعتقد شانو الموضوع الحوار انتاعه هو الاعادة للرجوع للمفاوضات او المشاركة. هو الحديث حول هاته المخاطر التي تهدد العالم والمخاطر تونس بالتحديد. هنا هو الحديث الذي ممكن يدور بين 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 رئيس الحكومة ومدير. انا من نجم كان نوافق سيري ذاه في الكلام اللي كان يقول فيه. اي. ونزيدك زيادة انا نعتبر انه اللقاء بين رئيس الحكومة احمد الحاشيني والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. اه كريستينا ولا كريستالينا? كريستالينا كريستالينا. هو مجرد لقاء بروتوكولي بحث. بالضبط. بروتوكول. هاوك احضرنا قبل نعم شربنا كويستاي محلينا مبعضنا. هاوك تعرف عليش. او بش نعتيك انا كونتر اكزامبل. احنا ما هو ديما كتاوكي نحكي وعا الدول اللي عيشوا في ازامات عنا عنا ليستمتع دول في حروب وعنا ليستمتع دول الفيل ساودي من الدولة اللي قاعدين نغزروا لهذه مشكون. الشقيقة اللبناء. عندكم شي فكرة على نشاط رئيس الحكومة اللبناني نجيب الميقاتي طيلة شهر قبل مؤتمر دافوس. السيد اللي عمله على المستوى الاعلامي حاجة ما صارتش معناه. تقول مايرقدش. انا حليت. ساعة سور بلاس عماليونا انترفيو فلاش مع فرنس فانتكات. يحكي في على لبنان راوك تسمعوا يحكي ساية لبنان خرجت من الازمة. ويعطي في ارقام وحققنا نمو خمسة بالمئة. وتمكننا اننا نجري وميزانية الدولة من غير عجز واي واي واي. معناها فهم ما ان سايد جي ما جيش يطرح في اصلاحات. سايد جي يقدم في لبنان كمثال يحتذي به للخروج من الازمة. قبل مؤتمر اه اه قبل قمة اه قمة اه دافوس. عمل حوار دونك عنا بتاع فرنس فانتكات. نلقاو حوار في قناة الحرة. نلقاو حوار في قناة الجزيرة. نلقاو حوار في قناة روسيا اليوم. نلقاو حوار في اه في الشرق. نلقاو حوار في سكاي نيوز. هذه حواراتها. ودخلت انا على الموقع الرسمي بتاع رئيسة الحكومة اللبنانية. في في شهر جامفي اكا هو. السايد عمل اكثر من عشرين لقاء. بين نهار واحد جامفي. وسبعتاش جامفي. حملة اعلامية. حملة اعلامية. حملة اعلامية. حملة كاملة. واللقاءات الكل. وكما قال لك سي سوفيا يعني حذر هو اللقاء هذا الامتاع دافوس. خطر اه الناس ينطلق منين الدول اللي ينطلقوا منين. من التقرير انتاع دافوس. كي التقرير يقول رو فهمة جملة من المخاطر تهدد اقتصاد هذا البلد. هو الظهور الاعلامي. انتعوا بشي يوري كونه وراهو. احنا قاعدين نقدمه وقاعدين نحسنه. وراهو المخاطر هذي لم تتمثلش فعلا تهديد كبير برشا على مستوى الاقتصاد. نكمل جملة في ساعة في ساعة. معناها السايد هذا رئيس الحكومة اللبناني. انا اعطيتك جمعتينا كهو. انا اعمل نجي ونشوف وجهة الاخرى. رئيس الحكومة انا ادخلت والله وسعت بيلي ادخلت على الصفحة راسمية متاع رئيس الحكومة. خدت الموقع معه وننساوه. في شهري. ديسامبور وجانف. تعفش كون قابل السيدة رئيس الحكومة. على المستوى العالمي. قابلنا. سافير الصين اللي بتبيعته جاي لتاتشين الاكاديمية الديبلوماسية. فاني وزير الصناعة السعودي. خطر كلنا انا امال ان السعودية باكيه من عرش كيفاش. من السعودية بشورق دو يقوموا يقول لا فهمك البلاد ذيك خلنا عطيها طرف مليارات. ما ونزلنا نحن الموكيك احد. ومكالمة هاتفة مع رئيس الوزراء الكويت. وقابلنا وزير الصناعة الجزائري في في اول ديسامبر. اذوي هذي هو نشاط رئيس الحكومة. اي نحنا نفهم رئيس الحكومة حسب ما نفهمه مهيش من مهامه. الامور اذي وكأنها. ملعليش مشيه. مشيه في ضمن بروتوكول كي ما سيت تكون تحكيه. بذب دوك الخلاصة احنا احضرنا كيفاش قولوها بوغلافورم. ملعش كين بوغلافورم ولا لي سيلي ذا. والله اشوف انا بصراحة افضل ان اتناول الموضوع من وجهة نظر اقتصادية وليست سياسية لماذا مشاه ولا ممشاش. انا بنسبة ليانا معناها امور وقال اخر معنا هو يعرف اكثر مني انا جدوى المشيينتاو للدابوس. نواحي السياسية على الاقل الدواعي السياسية. انا الدواعي السياسية انا نجهلها. ولكن انا اتكلم على الدواعي الاقتصادية. انا حسب رأيه فيما مخاطر ذكرت في التقرير. خلينا نحكي عليه. باي. باي. علش ماشي. مين البفروض تمشي باش تقدم البلد انتاعة كبلد جالب للاستثمار. وبلد قادر على مجابهة المخاطر المذكورة في التقرير. لانه هو الموضوع انت انتاعة انت هو المخاطر التي تهدده العالم. والتي تهدد كل دولة على مستوى يعني اه انه باش تهددها كبلد جالب للاستثمار الاجنبي المباشر. شو فيه تقرير على تونس. بالنسبة لتونس فما خمسة مخاطر. الخطر الاول مذكور في التقرير. مه. هو انه في سنة الفين وعشرين سيكون هناك انكماش اقتصادي. وهذا الانكماش ستكون له تداعيات على القدرة على خلق موارد الرزق. الخطر الثاني هو التنامي الدين العمومي. وهذا بشي اثر على ديمومة المالية العمومية. الخطر الثالث هو النقص الكبير. ربما النقطة هذه اللي اتكلم فيها رئيس الحكومة. وقتلي قال للمديرة صندوق النقد الدولي رانا خلصنا ديورنا كلنا. قادرين باش نخلصوا ديورنا في سنة الفين وعشرين. خليني باش ننقص الحدة متاع يعني الواحد. ثالثا النقص الكبير في امدادات المياه وتداعياته على الامن الغذائي. الخطر الرابع هو هشاشة الدولة وعدم القدرة على الحد من تنامي التجارة الموازية. والخطر الخامس في اعتقادي والمهم هو التضخم المالي والتأثير على تراجع المقدرة الشرائية للمواطنة التونسية. يعني احنا كنركزوا على اه سورة رئيس الحكومة مع مديرة صندوق النقد الدولي ما عنده حتى معنى اذا كان ما يتناولش هالمخاطر هذوما والنقاش حول قدرة الاقتصاد التونسي على مجابعة المخاطر هذي لا اللي نتحدثوا عليها. موشي مفوضات ولا مشاورات ولا حد شي. ما عنده حتى حتى علاقة. كريت لو انتيرفنسيون اه احمد الحاشيني في الموضوع اذي ولا اللي جوبانتين? وحسب اللي رينا فما مجرد لقاءات بروتوكولية. مسمعنيهش مسمعنيهش يتكلم. قلتاو احنا نستنى. اه بخلف معناها الى حد الان اه فما حديث على اصلاحات. اه فما حديث على انه ممكن نخوضوا جولة ثانية. كي تمشي سوفيان مش تقولو انا نوي باش نسلح. اي بالضبط اي. انا ديجا سلحت. وهو شاف الترتيب انضاي. اذا مش تحسنت في الترتيب. ديجا هو معنى كي تمشي انتي ديجا عملت اصلاحات مش مش تقولهم باش نعمل. انتي انتي ساعة ماشي وقبلها ديجا ايام. اشي قلولك كي تعمل اصلاحات ونحكي ومش توق. انتي انا اقول انتي ماشي المنتده هذا وقبلها بعشرة ايام ولا هي جمعة. معناها تلقى روحك في القايمة السوداء متاع صندوق النقد الدولي. سلبية. بايش القايمة السلبي. والله والله السوداء روانا تخلت. معناها رانا رانا قديش من دولة فهمه. ستة سابعة ثمانية تسعة عشر حديش اثناش. اثناش دولة فيهم اربعة في حرب واحدة في حرب اهلي. من باقي فنزويلا معناها متعاركة مع المنحين الدوليين من عام الفين وقديم من عام الفين واربعة حاجة كيكة. الفين وثمنتاش تل بتقرض رفضوا هول من عند صندوق النقد الدول. معناها انتي من المفروض تتسائل تقول اينا اش نعمل في القايمة هذي. راي القايمة مفزعة. معناها الدول اللي معاك. الكل يأما في حرب. يأما في حرب اهلي. سحيح سحيح. خلينا خلينا نقدموا شوية لخطر الوقت نبتانا تقريبا ننتهي. ما بعض المشاركة اه في هذا المنتدى. شنية نجموا نعملوا بش نصلحوا الوضعية. اه كان جاي القرار في يدك سيريذا. شنية اول ثلاثة اجراءات تقوم بهم فورا. شوف لكل مقام المقاد. لكان نحب نحضروا جيدا الدورة القادمة على مستوى منتدى دابوس. علينا بالقيام بالاصلاحات الاقتصادية التي تتعلق بملف مهم جدا موضوع في تحت طاويلة الصندوق. فوق طاويلة صندوق النقد الدولي. وهي ملف مناخ العمال. فلنقوم بالاصلاحات اللازمة شيزا منها. النقص في عدد الاجراءات الادارية. وطول الاجال. النحيه كما قال رئيس الجمهورية. يعني نحيه في كرة الشروط. والنحيه الامتيازات المتعلقة باقتصاد الريع. الى اخره من الاجراءات. قالت خلينا احنا نتحسنوا على مستوى ترتيبنا في تنافسها في منتدى دابوس. خلينا اخذوا فكرة احنا صغيرة. اش معناها مؤشر التنافسية متاع دابوس? وكيفاش يصنف الدول? يصنف الدول حسب اه 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 اربع. حسب ثلاثة اه اه تروى بيليه تروى جران بيليه. اللي هو المتطالبات الاساسية. محفزات الكفاءة. وعوامل الابتكار والتطور. وهذا ممكن نتحدثوا عليه في تفيتار ستارتاب. المتطالبات الاساسية اشنا فيها? فيها المؤسسات جودة المؤسسات. فيها البنية التحتية. فيها بيئة الاقتصاد الكلي. فيها الصحة والتعليم والاساسي. محفزات الكفاءة. فيها التعليم العالي والتدريب. فيها فعالية سوق الصلاع. فعالية سوق العمل. تطوير السوق المالية. الجاهزية التكنولوجية. حجم السوق. عوامل الابتكار والتطورش فيها. فيها مستوى تطور الاعمال التجارية. وفيها مستوى الابتكار. خلينا نعطي فكرة. احنا في سنة تلفين وعشرة كنا في ترتيب اثنين وتلاثين. تعرف قداش يرجعنا توا قربات التسعين. يعني اه توخرنا اكثر من خمسة وخمسين مرتبة كاملة. يعني هذا هو اللي يلزم الدراسة نتعه ويلزم العمل عليه عام كامل باش العام يجاي. نلقاه وروحنا في مرتبة مشرفة. وقمنا بالاصلاحات اللازمة. والمصير الثمرين شايفوا ترتيب انتعنا تحسن. وهم بيدهم يجيونا يقولنا يا كيفاش باش نجمون ناس يثمروا في تونس وكيفاش كذا وكذا. يعني حقيقة شون تقييم كليوم للمشيه متاع تونس. المشيه سياسيه وليس التقديصادية. سياسيه الدواء انتحها الله اعلم. ما نعرفش. باش منكون لطيف في في التحليل انتاعي. واضح واضح. ولكن ليس مسرحا وليس فضاء للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وليس كذلك فضاء لتعبئة الموارد الخارجية. وعندنا احنا فجوة كبيرة برشة امتا عشر فاصل ثلاثة مليار ديار. واضح واضح سيلي ذاش كونجيلي. ذي يعني تونس محقت حتى هدف اقتصادي في منتد دافوس. اقتصاديا اه ما فماش. لانا كنتي باش تحقق اهداف اقتصادية. لابد انك تتقدم في الترتيب على مساواة تنافسية. سياسيا انا فما اهل الاختصاص في السياسة يعرفوا اكثر مني. ويقدروا اكثر مني يسحاسكوا حق التونس اهداف على مستوى الزيارة. هذي ولا لا. واضح واضح. يحسبوا لنا ان كنا حاضري موجودين. مزلنا ماناش في مجموعة المغضوبة. من عرش. من عرش كان يحسبوا لنا جزت ان نكونوا موجودين ولا لا. الوقت متاعنا وفاية تسعة وثلاثين دقيقة. ها كنكونوا مكملنا مع الموضوع الولاني. في اه فقرة نحكيو بالملي. مشاركة تونس اه مشاركة تونس اه ورئيس الحكومة بيانسير رحمة الحاشيني. في منتدى اه دافوس. مشكور جدا سريداش كونديلي. استاذ في الاقتصال. مزلنا مواصلين في فقرة نحكيو بالملي. وضعية المؤسسات الناش الستارتاب وما يجبو تغييره. هذا موضوعنا معاك. سيمهر الحمامي خبير محاسب توتسويت. اشتركوا في القناة